مشاهد مأساوية لحرائق غابات أتت على اليابس والأخضر وأرزاق البشر وقف الإنسان عاجزا عن مواجهة غضب الطبيعة وهذا القدر فألسنة اللهب التي استعرت وحاصرت 26 ولاية سقط داخلها 90 قتيلا ومئات الحيوانات وخمسة آلاف هكتار من مساحة الشجر المثمر شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة حرائق مهولة تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة هذا المعرض يوفر أفكار وبرامج واختراعات وابتكارات تحفظ الأرواح والممتلكات والغابات الحاجة أم الاختراع وما عرفته الجزائر من صعوبات في إطفاء الحرائق في مرتفعات الجبال والمناطق الوعرة دفع المهندسين والخبراء في مجال تصنيع المعدات المضادة للحرائق إلى التفكير في ابتكار أول روبوت جزائري الصنعي يملك خصائص فريدة من نوعها نسبة الإدماج هي نسبة 80% الحمد لله لحقنا لها ما كانش تهلة ومع الكوفيد كان كلش مغلوق المنتوج ما كانش متوفر ويطمح مسير شركة الخاصة إلى تطوير هذا الروبوت واقتحام السوق العالمية موجه للسوق خاصة مشغل حماية مدنية كان شركات تقدر تشري الروبوت وتستعمله وحاجة تانية هو صنعناها تانية للتصدير بداية سنة 2022 إن شاء الله في جانب آخر من هذا المعرض يشرح إبراهيم قويدري مدى أهمية الوقاية لحماية البنايات والمنازل من الحرائق ولهذا يضع رفقة زملائه كامل خبرته في برنامج يحاكي اندلاع الحرائق وحجم أضرارها قبل بداية مرحلة البناء محاكاة الحرائق يعني سيميوليشن فاير ديناميك سيميوليشن نقدر نشوف كمية الدخان وكمية الحرق والانتشارتها في المبنى ندخله بمجموعة من اللي راح يكافحوا الحرق هذا الانتشار عشرات الشركات المختصة اجتمعت هنا في معرض أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة لتكشف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم إطفاء الحرائق كريم قندولي قناة الغد الجزائر اشتركوا في القناة